الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه والتابعين الكرام الذين حملوا مشاعي هذه الرسالة الخاتمة أهلا وسهلا بكم في المسابقة الرمضانية الثانية والتي تتناول هذا العام الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فأهلا وسهلا بكم إن الأرض محاطة بغلاف جوي كروي مسميه الهواء وهو طبقة من الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية تماما كما يحيط بياض البيضة بصفاره والهواء متسع الأرجاء دائم الحركة لا يعترف بالحدود بين الدول لأنه وحدة الانفصال فيها ويؤثر على جميع أنحاء الكوكب ومن الجدير بالذكر أن الهواء لا طعم له ولا رائحة ويقدر العلماء ارتفاعه إلى حوالي ألف كيلو مت ولكنه يكون طبعا مخلخلا عند هذه الارتفاعات الشاهقة بحكم ضآلة الهواء إلى حد الإنعدام ويقدر وزن الغلاف الجوي بحوالي خمسة مليون بليون طن ولهذا فهو يضغط على سطح الأرض بما يسمى بالضغط الجوي الذي يقدر بثقل واحد كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع من سطح الأرض ويعبر عنه في علم الطبيعة بوزن عمود من الزئبق طوله 76 سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد سنتيمتر مربع وقد تندهش إذا علمت أن ما يخص رأسك وأكتافك من هذا الضغط قد يفوق وزن سيارة صغيرة ولولا التوازن بين الضغط الجوي داخل أجسامنا مع الضغط الجوي خارجها لشعرنا بهذا الضغط الهائل ولأصبحنا في مستوى سطح الأرض منبطحين لا نستطيع تحرك ويقل الضغط الجوي كلما صعدنا إلى السماء حيث ينخفض إلى نصف قيمته إذا صعدنا إلى ارتفاع ثلاثة أميال ونصف فيصبح ثمانية وثلاثين سنتيمتر من الزئبق ثم يقل ويصبح تسعة عشر سنتيمتر من الزئبق على ارتفاع سبعة أميال وهكذا يقل الضغط الجوي إلى نصف قيمته كلما ارتفعنا بمقدار ثلاثة أميال ونصف عن سطح البحر باستمرار وبانتظام وبذلك ينعدم الضغط الجوي تقريبا طبقا لهذه القاعدة ويصل إلى واحد في المئة من قيمته الأصلية على ارتفاع ثمانية عشر ميلا أي ما يعادل تسعة وعشرين كيلو متر ولهذا فنحن نشعر بالاختناق التدريجي كلما ارتفعنا عن سطح البحر إلى عنان السماء وذلك بسبب نقص الضغط الجوي ونقص الأكسجين وتشير الآية الكريمة التالية إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أن الإنسان يمكن أن يقتنق عندما يرتفع إلى عشرة كيلو مترات إذا لم يكن محاطا بغرفة أو حلة مكيفة الضغط والهواء كما أن الدم يندفع من مسام أجسامنا لو خف الضغط عليها ولهذا يستخدم رواد الفضاء بدلة مكيفة الضغط وأنبوبة أكسجين للتنفس سؤال حلقتنا لهذا اليوم يعبر عن الضغط الجوي بوزن عمود من أولا الزئبق وطوله 76 سنتيمتر ومساحة مقطعه 1 سنتيمتر مربع ثانيا من الماء وطوله 670 ملي متر ومساحة مقطعه 1 سنتيمتر مربع ثالثا من الهواء وطوله 10 أمتار ومساحة مقطعه 1 متر مربع رابعا من الزيت وطوله 30 سنتيمتر ومساحة مقطعه 1 متر مربع أخيرا نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته